اشتركوا في القناة 44 مليمتر في ولاية سليانة كمية الأمطار تروحة 80 مليمتر إلى 25 بالكريب على الكميات في ولاية نابل كانت بحمام الأغزاز 22 مليمتر كمية روحة 83 إلى 18 بنفزة من ولاية باجة من بين 4 إلى 16 مليمتر بجومين من ولاية بنزارت الأمطار كانت عملا متفارقة بإقليم تنس الكبرى من مليمترين إلى 10 مليمترات دون 8 مليمترات في معتمديات ولايتي الكاف وزغوان أمطار كانت 80 مليمتر إلى 7 بمعطمر من ولاية المنسير واغلب عليها طابع المحلي في ولاية الجاسرين القيروان السوسة والمهدية بكميات في أغلبها من بين مليمتر إلى 3 مليمترات شهدنا أيضا هبات ريح قوية لسرعاتها تجاوز مستوى 60 كم في الساعة في العديد من المناطق خصوصا بالمرتفعات وبالولاية الساحلية وتقريبا أعلى الهبات كانت في مستوى 83 كم في الساعة بتالة من ولاية الجاسرين 79 ببنزارت ومدينة الجاسرين الرياح التي كانت مثيرة محليا للرمال والأتربة في مناطق الجنوب اليوم تواصلت الأجواء الشتوية خالصة درجات حرارة في مستوى تنسبي المنخفذة القصوى اللي كانت في حدود 6 درجات بتالة من ولاية الجاسرين أرقام تروحة من بين 10 إلى 14 في بقية مناطق الشمال والسطة وبالجنوب فأنه درجات الحرارة القصوى كانت من بين 15 إلى 20 درجة إنما مميزات تقصي اليوم نشوفهم كل عادة من خلال تسلصول لصور القمر الاصطناعي وكما تلحظو كنا معنين بتقصى حيانا كثيفة سحب على كاملة البلاد نزول الأمطار موقع ترادية بشمال وتدريجيا بمناطق الوسطة الأمطار اللي كانت تحيانا غزيرة في مناطق الشمال الغربي وساهمت في تشكل سؤول وارتفاع منصوب المياه في المناطق المخافذة وأيضا الأودية بمعتمديات ولاية جندوبة وشريح طلب منه نصيب المتابعة نتيجة لنشاط منخفض لضغط الجو على جزيرة سيقلية واللي قاعد يسموهم فيها بات رياحة لسرعتها جوزت مستوى السبعين في المناطق السحلية وبالمرتفعات اتباعا لذلك نشارتنا كانت تحذيرية بالنسبة للملاحة والسيد البحري البحري كان نهائج إلى شديد الهيجان شمال البلاد والتي هي مميزات قد تتواصل خلال ليلة القادمة يبقى أبرز عنصر جوي هو بوبر يحلقوية بالمناطق السحلية خصوصا وبالمرتفعات الغربية لبلادنا مؤشر الغيث نافع والأمطار الرعدية بشي تواصل في مناطق الشمال محلية الوسط وإلا الجنوب الشرقي ودرجات حرارة في مستوى منخفضة بالمناطق الغربية لبلادنا في أغلبها من بين الخمس إلى تسعة درجات وقرب سواحل نتوقع وكونوا درجات حرارة باش تتروح من بين تسعة إلى أثناشا درجة خلال اليوم الغد إن شاء الله مازالنا معانين بمؤشر الغيث النافع الأمطار تكون محلية رعدية متوقعة في مناطق الشمال وبالسواحل الشرقية لبلادنا هبوب ريحقوية ما زالت الطالب من نصيب اليقظة في المناطق السحلية تبعا لذلك ناقد وكونوا تحذيراتنا ما زالت مستمرة بالنسبة للملاحة وسائل البحري مع استقرار نسبي فيما يتعلق بمؤشر الحرارة كالعادة قدموكم كرة سريعة لدرجات حرارة قصوى المتوقع بمختلف وليت بلادنا بتونس الكبران توقع وتزيد 13 درجة 13 بجي تورطن القبلي ببنزارة 12 في زغوان في مناطق الشمال الغربي درجات حرارة قصوى تكون في حدود 14 بالبرقة 13 في بيجا في جندوب 11 بالكيف وبسلينا بمناطق الوسط أرقام لا تتعدى 8 درجات بتالة من وليطة القسرين 15 بالقيروان بجي تساحل بسوسة بالمنسير وبالمهدية درجات حرارة ذهران تكون في حدود 14 درجة نتوقع وتزيد 14 بيسفيا قسم وزر قرقنا 9 درجات بسلي بوزيد وبالقسرين وبمناطق الجنوب الغربي درجات حرارة ذهران تكون في مستوى 15 بيقاف سنتوقع وتزيد 18 بيزر 16 بيقبلي بيقاب 16 وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربا نتوقع وتزيد 15 درجة 15 في مدين 13 بتطوين و14 برمدة بالنسبة الملاحة والسيد البحري ريح في أغلبها الشمالية غربية بكافة المزالات البحرية سرعتها بالشمال قد تترحم بين 25 إلى 30 عقدة تجاوز 45 في شكل هبات وتتراجع تدريجيا إلى مستوى 15 25 عقدة البحرية يكون هائج إلى شديد الاثراب بالشمال بخليج حمات وبجية الساحل وصولا لمنطقة الشابار ريح سرعتها من 25 إلى 30 عقدة تتجاوز الـ 45 في شكل هبات والبحرية يكون شديد الاثراب إلى هائج وبخليج جابس ريح سرعتها من 20 إلى 30 عقدة تصل مؤقتا إلى 35 وتتجاوز الـ 45 في شكل هبات والبحرية يكون شديد الاثراب إلى هائج في سواحل اسفاقس جابس ومدين كالعادة قدمكم فكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نوكشات 29 درجة أجواء مغيمة جوسئيا بدربيضاء 14 بالزائر العصمة تقسيكون منطر في ترابلوس مع درجة حرارة ظهران في حدود لـ 14 درجة أجواء مشمسة بالخرطوم درجة حرارة تكون في مستوى 36 درجة قد نساج 21 بالقاهرة 27 بالمدينة مناورة 31 بمكة المكرمة سحب قليلة بدوحة 23 بأبوذبي ومسقط بالكويت حرارة ظهران في حدود 20 درجة نتوقع تزيل 19 في بغداد مع نزول لأمطار متفارقة وبالشرق لأوسط أجواء عموما مشمسة مصعود درجة حرارة قصوى المستوى 16 في دمشق 19 ببيروت 14 درجة بالقودس الشريف أمطار بإسطنبول لأحداش وبأوروبا برومة درجة حرارة ظهر تكون في حدود 12 درجة تقص بيرد بفيينة وببرلين مع حرارة لا تتعدى الدرجة الوحيدة سحب كثيفة بأمستردام سحب عبر ببروكسل بجونيف بريس 5 درجات 12 في مرسيليا وبشبه الجزيرة الأيبيرية 16 في مدريد و17 براشبونة تطور رضع الجوي قطاع الشمالي قوية نسبيا إلى قوية قرب سواحل ومعتدى داخل بلاد البحر يكون شديد للثراب إلى مضطرب وارتفاع تفيف متوقع في درجة حرارة تقريبا القصوة تتراح في أغلب من بين الـ 12 إلى 17 درجة مئوية خلال اليوم الخميس بشكونوا معنين بتنقل التيارات الهوئية إلى قطاع الشرقي والتي تكون قوية نسبيا قرب سواحل ومعتدى داخل بلاد البحر يكون مضطرب بكافة المجالات البحرية مواجهة نزول لأمتار موقع ترعادية بالشمال بالوساط المحليين بالجنوب مع انخفاض نسبي منتظر في درجة الحرارة معيدة شروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس بشكون في الساعة السابعة و32 دقيقة غروبها في الساعة و23 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني لرس الجوي موقع الويب الموازع الصوتي وتنجم تتفعل معنا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة بمدينة تونس ومجورة اليوم الغد الصلاة الصبح بداية من الساعة 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 سابعا الظهر منتظر في نهر و34 دقيقة صلاة العسر في الساعة الثالثة و3 دقائق صلاة المغرب في الساعة الخمسة و25 دقيقة وصلاة العشاء بن الله في الساعة السابعة إلا 5 دقائق ختاما شكرا على حص متابعة الاهتمام وإلى لقاء